موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجلس الاخباري من قناة المرابطون أهلا بكم أقدى مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي في القصر الرئاسي بنواكشوت ويأتي الاجتماع وسط حديث إعلامي عن تعديلات وزارية مرتقبة كما يأتي الاجتماع كذلك بعد يوم من أصدار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بيانا أبدى تخوفه من تنظيم حوار سياسي جزئي لا يتم فيه إشراك مختلف الطيف السياسي المعارض قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه إن الحكومة الموريتانية قررت أن تكرر ما أسمها الأخطاء والأساليب القديمة من خلال تنظيم حوار جزئي قال إنه لن يحل الأزمة السياسية القائمة وإنما سيزيد من تفاقمها وأضاف المنتدى أن استخدام نفس الأساليب يؤدي حتما إلى نفس النتائج التي وصفها بالخطئة أشهد وزير المالية الموريتاني المختار والدجاي بالتسيير العقاري في موريتانيا واصف النياه بالمعقلان وقال والدجاي في رده على مسائلة تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي دانو الأحمد أثمان إن المجال العقاري كان يشهد الكثير من الفوضى والفساد قبل مجيء النظام الحالي شارك عشرات الشباب في ملتقى بنوكشوت يناقش مضمون الاستراتيجية الموريتانية الخاصة بالشباب والرياضة في الفترة ما بين 2015-2020 ويرمي الملتقى إلى المصادقة على هذه الاستراتيجية التي يقول المشاركون إن الهدف منها السعي إلى النهوض بواقع الشباب والرياضة في موريتانيا ندد رئيس المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للأسلاح والتنمية تواصل يحيى أولابو بكر بواقع السكان في الداخل الموريتاني أصف نياهو بالمزري وندد أولابو بكر خلال إفطار نظمته المنظمة الشبابية لحزب تواصل في نوكشوت بما حصل في جمهورية مصر العربية من اعتداء آثم نظمت بالعاصمة نوكشوت ندوة حوارية حول المديح النبوي شاركت فيها بعض الوجوه الثقافية الشابة إلى جانب بعض السينمائيين الموريتانيين الندوة بحثت محورين أساسيين ولهما يتعلق بالبعد الروحي للمديح النبوي فيما يتعلق المحور الثاني بتأسيل المتح يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجزي ونشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيس بوك الظاهرة على الشاشة الرابعة موجزنا أخباري بحول الله السلام عليكم اشتركوا في القناة